ازاي تبقى قائد لاي قبيلة? سلام عليكم واهلا بكم. انا زيزو. وفي الفيديو ده هقولك ازاي تبقى قائد لاي قبيلة بطريقة شرعية جدا من لعب الكلاش اوف كلانز. طبعا كل الناس بتحب ان هي تترقى. وتحب ان هي يبقى لها مكان مخصص في الكلان ان هي يبقى ان هي عندها ميزة او عندها ترقية. بس خلينا الاول نفهم ايه الفرق او ايه الناس اللي هي مش عارفة يعني الناس الجديدة في اللعب بتاع الكلاش اوف الفرق بين الكوئد والكوئد المساعد والعضو المميز. طبعا في تلات رتب فكلاشو في كلانز وهي الكوئد اللي هي اللي هو يقدر ايه ابدا الحرب. لو في حرب يقدر او ترد الاعضاء او يدخل الاعضاء يقدر يعني يعني هو اللي هو المسئول على كل ولو وهو اللي هو ايه زي الجمهورية. وفي هو برأي ان هو عنده الميزة ان هو يقدر ايه مسلا عضو مساعد ليه. ببقى برضو ال Aldro بتاعته برضو عالية شويا ان ممكن يقدر يبدأ الحرب. يقدر يطرد حد. يقدر يدخل حد. كده. وبعد كده فيه اخر رطبة وهي العضو المميز. ان هو بيقدر مسلا لو في حد مسلا بعد طلب في الاضافة مسلا ان هو عايز يخش الكلان. يقدر يقبله او يقدر يرفضه. طبعا دي زي اللي هو ايه عضو مميز بس هو ما ما عندهش يعني قدرات كبيرة غير ان هو يقدر بس ان هو يقبل او يرفض الاعضاء اللي بتخش في الكلان. طبعا زي ما انتم شايفين ده مسلا اي كلان انا مش في كلان دلوقتي. بس طبعا كل الناس دلوقتي داخل الفيديو عشان تعرف ازاي تبقى لأي كلان. طبعا انا هقول لك الفيديو ده ازاي تبقى لأي كلان بطريقة شرعية جدا من اللعبة واللعبة هي اللي عملها من غير سرقة من غير هكرر من غير ان انت تضحك على اي حد خالص. طبعا زي ما انتم معارفين مسلا في كده اول حاجة نبص عليها ان انت مسلا لو بتدور على على كلان مسلا او كوبيلة معينة. فمسلا تعجل المست مسلا في كوبيلة مسلا ايه مش في كوبيلة كده بتلاقيها ايه اديمة مسلا او مش موجودة مسلا او مش بتفتح كتير مسلا او ما يعني ما فياش اعضاء او الكوبيلة ميتة او الكلان ميت. فاحنا مسلا هنخش دلوقتي ندور مسلا على اي على اي كوبيلة مسلا مش بتفتح او اديمة فهن بص مسلا على اي حد مسلا تلاقي في اعضاء مسلا شايف مسلا زي دي انضمام مسلا هنعمل انضمام دي مش هعرف نخش فيها مسلا هنشوف واحدة تانية هنحاول ندور على واحدة مكونش ايه محدش بيلعب فيها تمام هنخش دلوقتي مسلا على اي قربيلة تكون يعني ايه مش اكتف او اي حاجة تمام هنعمل بحث تاني مسلا تمام طبعا القربيلة دي مسلا فيها عضو واحد فيها عضوين يعني اهم مسلا انضمهم دخلت انا كده دخلت في قربيلة دي مسلا او في الكيلان ده مسلا زي ما انتم ما شايفين الكلان ده طبعا فيه كوائد واحد وفيه مسلا ايه مفوش غير مسلا انا وحد تاني. ازاي بقى تبقى الكوائد مسلا للكلان ده? طبعا اللعبة عاملة شروط ان انت ازاي تبقى كوائد. فلو دخلنا مسلا على الموقع بتاع الرسمي بتاع الكلاعبة هيقول لك مسلا ايه فيه زعيم غير نشط. اللي هو ايه الزعيم غير النشط? فهتعالك لنقرأ مع بعض اللعبة بتقول ايه? بيقول لك ازا لم يكن الكوائد القبيلة اللي هو الليدر بتسجيل الدخول الى كلاش وكلانزل لمدة تسعين يوم تحديدا فالقائد جديد يتم تحديد قائد جديد تلقائيا. تمام? بيقول لك يعني انت لو القائد بتاعك تاع القبيلة بتاعتك اللي انت فيها ما فتحش لمدة تسعين يوم تلات شهور بيتم قائد جديد. طب ازاي بيتم قائد جديد? بيقول لك تلقى جميع زعماء القبيلة او العشرة وقائدهم رسالة حول التناوب حول العملية. يعني بيجي لكم رسالة على الموبايل او كده او شعار ان ان القائد بتاعك وخلاص ما فتحش لمدة تسعين يوم ويحصل قائد جديد. مكتوب يرجى ملاحظة ان انه ازا فاكرات تحليك للقائد الخاصة بك فلان يساعدك الدعم في استعادتها. يعني لو انت القائد لو انت القبيلة بتاعتك الدعم او اللي هي بتاعتك مش هتقدر تساعدك ان انت هترجعها. طب ازاي الموضوع ده بيحصل? تعال لك لو نقرأ مع بعض بيقول لك كيف هيعمل? بيقول لك ستين يوم من عدم النشاط. يقول لك يتم ارسال رسالة داخل العشرة كلها الى القبيلة كلها كلان يعني. لابلاغهم بان القائد المشارك او الشيخ او الشيخ النشط اللي هو القائد المساعد يعني الترجمة بتاع جوجل مش كويسة شوية يعني. اه ردة اطول الخدمة سيكون القائد الجديد. تمام? يعني بيقول لك بيبعت رسالة كده لجوا الكلان. بان المساعد او العضو الليه المميز حتى على المميز ممكن ب Marg Halloween على فكرة. بيبقى القرائد الجديد. فالجديد بيبقى قدامه ايه التي تدرب Kelisuj Разigo 30 يوم عشان يقدر يفتح اللعب قبل ما تسعين يوم باد باعد دا بعد الستين يوم فجد بها. دا بعد الستين يوم. فبعد الالتي اليوم القرائد الحالية عنده فرصة ان هو يخش تاني عشان خلص لهو porterاته يستطقерж بالمكان بتاعه. بعن انت لو عدا 60 يوم بيجي لك اللي سيرة جوه اللعبة ان الكرويد المساعد او العضو المميز هي ممكن نبقى الكرويد. تمام طب بعد بعد اربعة وسبعين يوم بيحصل ايه? بيقولك لتلقى الكرويد اشعارا بيجي له شعار تاني بعد اربعة وسبعين يوم الكرويد بيجي له اشعار ان انت مش بتفتح اللعبة لازم تفتح اللعبة القيادة منك معلمة تروح. تمام طب بعد تلاتة وتمانين يوم ايه اللي بيحصل? بيقولك الكرويد بيجي له برضو اشعار تاني بعد ثلاثة وتمانين يوم يعني بيجير بعد ستين وسبعين والثلاثة وتمانين يوم. والقربيلة بعد تلاثة وتمانين برضو بيجي لها اشعار تاني بان القرائد مش موجود. هيتم اا ان في قرائد جديد هيحصل في القربيلة. تمام? طب بعد التسعين يوم بعد التسعين يوم ايه اللي بيحصل? بعد ما تسعين يوم يعده وخلاص و القرائد مفتاح اشال lavor بخلاص يعني. يقولك يصبح القرائد المشاركي اللي هو shocked المساعد او الشيخ المختار اللي هو العضو المميز يعني عشان بقيمة دي الشيخ المختار دي عشان مش موجودة في القبيلة يعني. انه هو هيبقى تمام? طب ازاي ده اللي بيحصل. مين اللي هيتم? هل بيتم اللي هو الكوائد المساعد ولا العضو المميز؟ تمام؟. دي mole الذي سيتم ترقيطه الى الكوائد. يمكن تعيين الكوائد المشاركين والاعضاء المميزين كو كوائد الجدل. تمام? احنا عرفنا اكده ان الكوائد اللي هو المساعد او المعضو المميز هو اللي هيبقى للقرائد تمام بيقولك لا يمكن ابدا تدوير حالة القرائد الى عضو تمام يعني القرائد مش يبقى عضو يعني ما ينفعش القرائد يبقى عضو بغض النظر عن فترة ولايته او منصبه السابقة في العشيرة ازا تعصر حدوث تناوب فافضل خياره لك هو انشاء عشيرة مختلفة او الانضمام لها يعني انت خلاص لو انت القرائد ده ما ينفعش بقى عضو تمام لو حصل حوار ان انت قرائد جديد ده خلاص فانت افضل او خيار ديك ان انت تشوف قبيلة دانية ان انت منضمة مالية. تمام بيقولك بقى ليه ليه مش بيحصل مثلا انا مسلا ليه مش بيحصل عندي موضوع ده في القبيلة بتاعتي ليه مش بيحصل القرائد جديد في الموضوع ده عندي في اسباب معينة اول سبب ان القرائد طبعا بتاعك بيفتح اللعب على طبو تبقي كانành بالتزيل الدخول الى اللهب اثناء عاملية التدوير يعني في الفترة دي مسلا خلال التسعين يوم ده القرائد قدر يفتح اللعبة ويخش فكده ما قدرش حد ياخد منه القيادة. لا يوجد شيخ او قرائد مشاركين يمكن انطلعتهم من القرائد. يعني خد بالك لو القرائد مسلا مش مرأي اي حد في الكلان مسلا بتاعه او القرائد بتاعته. مش مرأي مسلا قرائد مساعد او عضو ميز. الموضوع ده عمر امر ما يحصل. لازمكم مرأي قرائد مساعد او عضو ميز على الاقل. تمام? لا يمكن للدعم تناوب القيادة عند الطلب تمام? اذا تعصر حدوث التناوب في عشرتك. فان افضل خياره لك هو العصور على العشرة جديدة او انشأها. تمام? يعني لو الموضوع ده القرائد مفيش عندك بقى القرائد خلاص والكلان بقى باز مفيش حد مفيش قرائد مفيش قرائد مساعد. الكلان خلاص بقى كل اعضاء عاديين يعني قرائد عاديين. لا انت شوف قبيلة تانية معلم وشوف قرائد تانية عسا. ففي اخر حالة ما اكتب هناك الشير تبقى لك ان اخشى ان افقد وضع قرائد. يعني انا خاف ان انا افقد مكانتي ان انت تبقى ليدر يعني او قرائد. فبقولك مش هتفقد الحالة بتاعتك دي لو انت ما فتحتش اللي هي طبعا لمنذ تارت شهور تسعين يوم يعني لازم طبعا اعطاك ان تسعين يوم حدش يعني هسيب اللي هي بعد تسعين يوم يعني مش هرفته حتى يوم واحد في النص يعني. فحتى ازا كنت غير نشط لفترة طويلة فستترك اشعار على الشاشة تشجعك على تسجيل الدخول وادارة عشرتك مرة اخرى يحدث هزا قبل رتعين جديد. يعني طبعا تفهم لو انت تسعين يوم خلال فترة تسعين يوم ده بيجيلك اشعارات على الموبايل بتاعك خد بارك هيتم جديد لازم تفتح او كده. لطلق اعلامات الشاشة يجب ان تكون كده اشوفك لانزل مسبتة وطبعا لازم مشغل طبعا الاشعارات. تمام? هنخش على البعدية. حتى ازا كنت منشئ العشيرة فقد تفقد حالة القائد من خلال عدم النشاط او من خلال ترقية قائد مشارك طبعا من غير القائد مساعد او عاطم مميز تأكد من تركية اللاعبين اللازي تصق في هم بيهم الى حال القائد لا يمكن عكس هزا الاجراء ولا يمكن ان يساعد الدعم في استعادة مركزك فقط القائد الجديد يمكنه تركيتك يعني ممكن القائد الجديد هو اللي ممكن يرقيك مرة تاني اللي انت اللي انت اسق فيه. عشان كده بيقولك ما ينفعش تدوير الحال القائد الى عضو. يعني لا يمكن تدوير القائد الى عضو. تمام? النار يعني ما والعضو والقرائد بتاعك ما فتحش لمدة تسعين يوم. وانت مسلا كنت عضو مميز او قرائد مساعد تقدر تحصل وتبقى قرائد القربيلة دي. طبعا ولو انت قرائد لازم تخلي بالك وتكون تفتح اللعبة خلال تسعين يوم. ده كان الفيديو باختصار لو حد عنده اي استفسار او عنده اي سؤال يسيبوا لي تحت في الكومنتات انا برد على الناس. كل الناس بشوف كومنتاتها تعليقاتها. اه ما تنسوش تدعمونا بسابسكرايب ولايك وشغلوا الجرس. واستنون فيديوها الجاية. شكرا سلام عليكم.